المهم الثمان ديال جميع الإصلاحات إلا الشراء ديال الزليج بسبعتاشر على الفدرهام وهذا الشي اللي كي يتميز به المعلم يوسف أنه كيعرف يستغلك هذي الأماكن اللي كتكون صعيبة في الكوزينة ديالك وما كيبقاش باي اللي كتضيفه حيت كين اللي خسر على الكوزينة ديالون ملايين صحاح ومنه كي يوصنر خام كيتشطار وكيجيب شير خايمي اللي كيتكرفصلوا على الكوزينة ديالون مزيان السلام عليكم كيف الأحوان تمنى تكونوا بخير وعلى خير الفيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة عن جولة في مطبخ رائع ومتميز غادي نقربكم فيه من القياسات من الزليج ديال الأرض وديال الحائط لانستالاسيون وأيضا من الأتمينة الفيديو غادي يكون متميز كيما العادة غادي نعطيكم فيه تفاصيل مهمة غادي تنفعكم في الإصلاحات ديال المطبخ ديالكم غير تابعوه إلى الآخر ولكن قبل ما نبدو ما تنسوش تهبطول تحتو تعملوا واحد اللايك بالنسبة لإصلاحات ديال هاد المطبخ كاملة من بلاكارات زليج لانستالاسيون سباغة هي ديال المعلم يوسف من مدينة الدار البيضة أنا في هذا الفيديو غادي نشارك معاكم هاد المطبخ كيفاش كان قبل ما يصلحوا المعلم يوسف وبالنسبة هاد المطبخ سندق دياله اللي مداخل مخدومين بالخشب ديال اللاطي وبغيت نشير من واحد المعلومة بالنسبة للخشب اللاطي راه التمن دياله فيه تزايد ومستمر يعني الكوزينة والتي تتقم مكلفة إذا خدمتها من داخل باللاطي ولكن رغم ديالك كنصحكم ثم كنعاود نصحكم من الاحسن من داخل تخدموها باللاطي باش كتخرجون باب واسعة وكتفادوا بزاف ديال المشاكل أما بالنسبة لأبوب ديال هاد المطبخ سواء اللي في اللون الخشبي أو اللي في اللون الكريمي فهي مخدومة بالاش ديال المانيا ريفيتو ايجير المعروفة بالجودة دياله بالنسبة للبواني فهو مخدوم بالقرانيت غالاكسي بالنسبة للثمن دياله 1400 درهم المتر كاري داخل فيه الرخام وداخل فيه التركيب ايضا كي الاخوال اللي غادي يقولوا لي هاد الثمن غالي غادي نقول لكم الله هرا هو هادك الثمن بطبيعة الحال إذا كانت الخدمة احترافية البلاسة ديال نيف مخدومة ب45 دراجة البلاسة ديال ليفي اذا كان انكاستري مخدومة كما ينبغي التركيب ديال الخامة في حد داتة تكون مركبة مزيان ما يكونش فيها تقطع يعني تكون غادة رخامة وحدة كيما كتشوفوا معايا حيت كين اللي خسر على الكوزينة ديالون ملايين صحاح ومنلي كي وصلنا رخام كيتشطارو كيجيب شير خايمي اللي كيتكرفصلو على الكوزينة ديالون زيان فبالإضافة لسوء التركيب ديال الرخامة وديال ليفي حتى الخشب ديال الكوزينة كيدربون بلمون حيث جميع المراحل ديال تقطع ديال الرخام ما كيديراش فلاتولي ديالو كيديراووس الكوزينة وهات الشي شفتو عيشتو مع الزاف ديال الإخوان أما بالنسبة للقياسات فالقياس ديال هاد البلاكار اللي في اللون كريمي اللي علو ديالة 70 سنتيمتر وبالنسبة للعمق ديالة 37 سنتيمتر أما بالنسبة للبلاكارات اللي الفوق الكاسكيتة فالقلو ديالهم 43 سنتيمتر وبالنسبة للعمق ديالهم 60 سنتيمتر وشوفوا معي في الكوين ديال الكوزينة كينتم وحد سرياء والمعلم تبارك الله عليه عرف يستغلى وخدمة بهالطريقة اللي كتشوفو وهاد شي اللي كي يتميز به المعلم يوسف أنه كي عرف يستغلك هذيك الأماكن اللي كتكون صعيبة في الكوزينة ديالك وما كيبقاش بايين اللي كتضيفو وكي ما كان وصيكم دائما حاولوا ما أمكان البلاكارات ديال الكوزينة ديالكم توصلوهم حتى نسقف وباش ما يجيكم مش عالين بزاف حاولوا من يسكنو كتديروا القبص المطبخ ديالكم هاداك اللي كيكون في الجنب اللي غدي يجي فوق هاداك البلاكارات حاولوا ما أمكان تهبطوه وخليوا غير القياس اللي بغيتوا يكون عندكم في هالبلاكار باش ما اضطروش انكم تهبطوه البلافون ديال الكوزينة كامل ويجيكم سقف حاني أما بالنسبة لإخوان اللي كيسولوني على القياسة ديال للتلاجة باش يقدروه يخليولا بلاستا غادي نقول لكم من الأحسان تكونو شارين تلاجة أولا على الأقل عندكم القياسة المضبوطة ديال هاداك تلاجة اللي غادي تديروا لأن القياسة ديالة مختلفة حاجة الوحيدة اللي تلاج كاملين تقريبا كيتساوي فيها هي العمق تقريبا العمق ديالهم كيكون هاداك 70 سنتيمتر أما بالنسبة للطول فكيبدأ من 1.40 كيوصل حسن 1.80 ويقدر يزيد على هاد طول هادا بالنسبة للعرب ديال التلاجة بطبيعة الحال كيما قلت لكم كيختلف يعني راه كينا التلاجة ديال 60 كينا ديال 70 كينا ديال 1.20 يعني من الأحسان يكون عندكم القياس مضبوط باش تقدروه تخليولا بلاستا وايضا اثناء التصميم ديال المطبخ ديالكم حاولوا ما امكان التلاجة هي اللي تبدو بها اللولا يعني هي اللي تكون قريبة من الباب وايضا اذا جاتكم قريبة من الحائط كيما كتشوفوا معايا هنا ما تدروهاش لسقف في الحائط لان الباب ما غديش تفتح لكم مزيان خليوتما على الاقل 1.25 سنتيمتر او اكتر بطبيعة الحال يعني اقل قياس اللي تخليوا بين هاد طلاجة وبين الحائط هو 25 سنتيمتر بطبيعة الحال هادك البلازة هادك اللي غدي تخليوا غدي تستعملوها للتخزين هنا المألم خلابين تلاجة وبين هادك الحائط تقريبا 31 سنتيمتر دارة بلاكار للتخزين وتبارك الله ما عندي من سالوف هاد النقطة هادي وايضا البلازة ديالتلاجة بالاضافة الى القياس ديالة كتزيدوا 1.5 من هات جهة و 1.5 من هات جهة يعني تقريبا كيتزادوا 1.5 سنتيمتر على القياس ديالتلاجة باش ما كتجيش لسقا كتجي مهوية واحتى ذاك البلازة اللي كتكون فوق من نارة ما كان وصلوها اشترى الحائط كما سبق لي و ريتكم في المطبخ ديالي اما بالنسبةة لزليج ديال هاد المطبخ فموالين traz دارو فلاك خيدونز الكمباكتون ديال متر وعشرين على ستين على شكل رخامي بالنسبة الارض دارو زليج ديال الربعين على ربعين والتمن ديالو خمسة وستين درهم اما باقي الجودران ديال المطبخ فخدموهم بالزليج ديال ستين على ستين حتوي تśmy ديالو خمسة وستين درهام المطبخ قبل اصلاح وشنو الاشياء اللي تكلف بها المعلم يوسف المعلم يوسف هدم فيه الزليج ديال الارضية الزليج ديال الجدران اللي ما غاديش يكون فيها لبلون دوت خافاي المعلم يوسف تكلم بجميع الاصلاحات ديال المطبخ وديال هاد البالكون اللي كيبال لكم يعني من الهدم ديال الزليج من تركيب ديال الزليج من سباها وايضا الانسطلاسيون ديال الماو ديال الكهرباء المهم الاشياء اللي ما تكلفش بها هي الشراء ديال الزليج يعني الزليج لم ينضطر واحتى الاليمينيوم ديال هاداك النفيدة اللي كينا في البالكون المهم الثمن ديال جميع الاصلاحات الا الشراء ديال الزليج بسبعتاشر الف درهم اما البلاكارات والرخام ديال الكوزينة في الثمن دياله متعود وربعين الف درهم وتبارك الله انتوما كتشوفوا معي لما طبخ ما شاء الله طلع غزال من بعد ما تم الاصلاح دياله وخصوصا للمسألة ديال الانسطلاسيون ديال الماو ديال الكهرباء كل حاجة اه بتحطس في البلاسة ماشي بحل الانسطلاسيون اللي كانت قديمة رانتوما شفتوها معايا في الفيديو اه السابق المهم الثمن دياله كاملة باش تقامت بالاصلاحات وبالبلاكارات استد المليون واستالف درهم بطبيعة الحال تحتمل البلاكارات الفوقانيين المعلم يوسف دووز له موحد الليد باش تكون عندهم واحد الاضاءة اللي هي وضيفية من يتكون سيدة كتشتغل في المطبخ دياله تعطيها الاضاءة مزيان في البلاون دو تخافاي ودائما كنوصيكم تديروها وطبيعة الحال ستالسيون دياله راه تتكون دايزة مع البلاكارات كي ما كتشوفوا معايا راه ما كتبنش بصفة نهائية وبالنسبة الاخوان اللي كيسولوني على المعلم يوسف من انا مدينة هو من مدينة در البيضاء ولكن كيخدم في جميع المدن ديال المغرب غادي نخلي لكم رقم الواتساب دياله في صندوق الوصف باش تواصلوا معاه وده بوصلنا النهاية ديال الفيديو نتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه ما تنسونيش من لايك من التعاليق الجميلة ديالكو مرانيك نحاول نقرأها كاملة ايضا بارتاجوا هاد الفيديو باش ناس اخرين حتى هو ما يستفدوا كما استفدتوا نتوما وشكرا لكم بزاب بزاب وليه لا يخطيكم عليها وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله